استنكر مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم مساندة أحزاب وتأييدهم للمتظاهرين للنسف استقرار البلاد وأمنها وكشف لدى لقاهه اليوم الدبلوماسيين المعتمدين لدى السودان أن الحكومة تبذل جهودا مقدرة لمعالجة المشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا وحمل فيصل الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على البلاد دورا في تفاقم الأزمة الحالية وقال إن الوضع الاقتصادي بالسودان يعد جزءا من مشاكل الاقتصاد العالمي وبيّن أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع بالدستور والقانون دون تخريب أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة